المواطن اللي معانا هو نازل لموضوع معين التحريف فضل حاجة تحب تقولين؟ اه أنا لأول مرة أنزل التحريف اهلا بي ونازل لموضوع معين فعلا اللي هو التنسيق بتاع السنوية العامة تحب حاجة تقولين؟ يعني تنسيق السنوية العامة إزاي الطالب مثلا عشان يخش كلياته اللي هو عايزها يجيب كام في المية؟ يجيب مية في المية؟ يجيب كام أما الإنسان اللي هو تسعين واثنين وتسعين مش جايب الكلية اللي هو عايزها إزا كان كلية هندسة ولا كل الطب في أول مرحلة وطبعا أول مرحلة دي بتخلص على طول وهل هي الأعداد كلها تستوفى على الأرقام دي العين زاكر وتعب ونجح وجاب مجموع فوق تسعين اثنين وتسعين ونص ولا حاجة ما يخشش الكلية اللي هو عايزها هيا تقولتلي إنه هيا تقليك تجربة شخصية إن في ناس تعرفهم جابوا اثنين وتسعين ونص أيو أنا بنتي أنا نازل التحرير النهاردة عشان كده جايبها اثنين وتسعين وسنتة من عرش وعلم الرياضي وعلم الرياضي هل ما تخشش هندسة ليه؟ عشان هي زاكرت وكفعت وإحنا كفحنا معاها ودفع عنا فلوس للمدرسين وصهر وواجه على دماغ وما يصحش كده يا وزير يا تربية وتعليمي العالي ياللي سابق ولا اللي موجود دلوقتي اللي لسه هتحلف اليمين ما ينفعش الكلام ده خالص يعني العائل عشان يجيب يخش كلية يجيب لك مية في المية انت لو نقلت ورق من ورقة هتغلط فيها ازاي يعني؟ ارحمونا وياريت الاركام اللي انتوا حطينها ديت بتخفض بتخفض يعني ما يصحش كده رحمة بالطلبة وبالناس اللي دعا رحمة بينا احنا وبالطلبة ما ينفعش الكلام ده العائل يجيب مية في المية عشان يخش كلية يعني اللي فوق التسعين مش عارف يعني اللي بقول لك اهو 92 وستة من عشرة جنوبناها اللي تخش يا هندسة ازاي؟ تيجي ازاي؟ وانتوا بقى حورين التصرف انا عرف ناس جابين السنكات ممكن لكون المعلومة السادية فاكرة كلها في انا اصلا قلتوا لك ان انا رفض النظام ده اصلا نظام التنسيق ونظام ان احنا نخش في المية عامة اللي نجيب مجموعة اعلى من اعلى من تنسيقين واعلى من اللي نجيب مية في المية في امل ان الكمس المين دي ممكن توصل لهم ده حتى لو الامل ده واحد في المية وفوق كلها نمس كتير تمام؟ ما حصلتص نصيب احنا لدينا نعرف ان ده طفل من ربنا طفل من ربنا ربنا انساء الله بإذن الله عايزينا خير الناس مستمين لدينا بعمل سيئة الكلام ده ان شاء الله يعني مثلا افتل مثلا انا مثلا جيت مثلا 80% تمام؟ وانا بليخط حالده معلاش؟ معلاش اه مش فاشل وذكرت وكل حاجة معنى اللي اقل كمان اللي اقل من 90 دوت يبا خلاص يضيعته محاطه يضيعته محاطه اوه ده بقى الغلط موضع عشان كان اخر اوه القصد من كلام الاشتراس ان هو حياتك اللي تعب كل الناس اللي تعبت لازم تاخد حقاك ايوه انا قصدي ان واحد مثلا جابت 200% ده مش فاشل ده ممكن يكون نواغ وانضف منه واحد جاب 100% الشكلة كلها ان النظام السنائي العام احنا طبحنا للناس علميك انا اقول لحضرتك حاجة انا اقول لحضرتك حاجة الطالب زاكر وكافح ويجب اكتر من 90 يخش الكلية اللي هو عايزه لكن الكلام دوت الكلام ده غلط الكلام اصلا مرفوض من الاول الكلام ده غلط ماينفعش خالص 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 يعني انت لو جيت واحد مجنون مش هيميش ايقول لك الكلام ده غلط طب انا برضو احصل حاجة ممكن انا مثلا لو جاي مثلا 99% ودخلتها وانا مثلا ربنا وفاني انا اخش هندسة وانا اروح دخلت هندسة خاصة انا مش هونك ربنا يصط ماشي ده 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 مشيت ربنا ده وضعي تاني حلو كده لكن انا ذكرت وكفحت وبنتي ذكرت وكافحي الكلام دوت اخد حق يا رب كل الناس جايبها بوز تسعين معلاش دخلها كليات اللهو انتبع عشان ما عندكش اماكن انا مالي انا زنب ايه انا عملت اللي علي انت تعمل اللي عليك صح ولا لا تقعدني بقى في الحوش تقعدني في اي حتة انا عملت اللي عليك دخلني الكلية يا عام اللي انا عايزها انا 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 شكرا جميع شكرا جميع رأيي على موضوع السنوية العامة قبل كده طبعا بحكم اننا كلنا طبعا طلبة السنوية عامة كنا كلنا بناخد تلوص فمرة في دلس الكيميا عندي في سنة تانية سنوي ودلس الكيميا كان لنا موقف جميل اول قالنا ان علامات زكتر ومقصمة اليونسيف او اليونسكو كانت بعثة وقفت هنا مصر وسألت على بجميع السنوية العامة قالوا لها ان كياس بكبيرة جدا بتعدي المية في المية كانت الاجابة قطعة انتو دولة متخلفة ليه انتو دولة متخلفة؟ لان الناس عندكو بتعدي المية في المية وبيطلعش من عندكو علماء ده معناه ان الامتحانات بتاعتكو مش مقياس ان ان انا بجيب مية في المية مش ده مقياس ان انا متفوق والدليل ان احنا ياما كتير قوي شفنا واقل ممورية دخل كليات ومليكحوش وتجارب شخصية يخش كليات منهم اللي بيجيب يا دوبك يا عدي ومنهم اللي بيسقط او بيكملش يعني معنى كده ان احنا متحاناتنا قد دلوقتي لم تحقق المقياس المطلوب للحكم عن الطالب ان هو متفوق ولا مش متفوق لسه احبط صبر الرجل بيصور معنا قال لنا كلمة جميلة قودة الان انا ممكن واحد جاهب تسعين في المية تلاقي ان وخه انضف ان واحد جايب مية في المية او معادي مية في المية ده كان تعليقي شكرا لحارتك ومشطين ان احنا بتقلاق بخطة دينا شكرا